طبعا اكيد كل الناس في الديفلوب منت تايم بيعاني ان كل شوية البي اتش بي ماي ادمن بيعمله ساين اوت وبيطر ان هو يعني يا سلام بقى لو انت شغل على اونلاين هاست والموضوع تقيل شوية فعشان ترجع تعمل ساين اين اول وتخش علقات البيانات بتاعتك فالموضوع موال هنشوف هنقدر نعمل الموضوع ده ازاي ازاي نقدر نزود الفترة الزمنية اللي بيعود فيها البي اتش بي ماي ادمن قبل ما يعمل لي ساين اوت هندخل على او هنقف على الهومبيتش بتاعت البي اتش بي ماي ادمن وبعدين سيتنجز وفيتشورز ومن الفيتشورز لازم تقف على الجنرال تيب هتلاقي هنا عندك حاجة اسمه لوجين كوكي فاليديتي ممكن نعمل دي كده خمستاشر وتعالوا نشوف هتبقى عاملة ازاي نقف خمستاشر ثانية كده ونستنى نشوف هل هو يطلعني بها فعلا ولا لا لما يجب اجي افتح اه تيبل بعد كده او ادخل على اي من قواعد البيانات كده اه فتح شين ثانية تقعيبا تعالى هندخل على داتا بيزيس اه اللي اطلع اعمل لوجين يبقى انا كده فعلا اللوجين كوكي فاليديتي اشتغلت معايا بس هنشوف الملاحظة اللي البي اتش بي ماي ادمن بيطلعها لي على الانلاين هست ده يبقى انا هدخل اعمل لوجين مرة تانية وانا عايز اعملها تبقى تلاتين الف وحنشوف ان البي اتش بي ماي ادمن بيقول لك انا محتاج الكونفجيريشن ستوريج عشان تقدر تغير دي بشكل دائم طيب تعالوا نشوف الكلام ده على الوامب كده نستنى يفتح ونشوف البي اتش بي ماي ادمن على الوامب ازاي هنعدل فيها اللوجين تايم او هنزود التايم اللي انا بقى عامل بيه لوجين هدخل على البي اتش بي ماي ادمن وبعدين نشوف ندخل على الوامب هو اللي كان على الوامب طيب تعالوا مع بعض ندخل على بي اتش بي ماي ادمن كونفجاشن ستوريج كل حاجة موجودة هنا قدامي بس انا خلاص وصلت اللي انا عايزه بان انا زودت الفترة الزمنية اللي حقدر فيها افضل ساين دي انا